فيلمنا بيبدأ مع مارني وهي طالبة في سنوي ويشها بيكون مليان بحبوب الشباب وشعرها مش متسرح ولبسة ندارة اكبر من سنها وده بيخلي كل اصحابها يبصولها بنظرة مختلفة وبيتنمروا عليها وبيدايقوها بسبب شكلها وعشان كده بتكره مارني انها تروح للمدرسة واكتر بنت بتتنمر عليها اسمها جوانا واللي بتوصفها مارني انها الشيطانة بتاعت المدرسة لانها خلت حياتها بائسة وبتحكي لنا مارني عن اخوها الكبير واللي كان عكسها في كل حاجة لانه كان شاب وسيم وعنده شعبية كبيرة في المدرسة وكمان كان مشترك في فريق كورت السلة في المدرسة وفي يوم كان ويل بيلعب ماتش كورت سلة بس كان مهم جدا وكانت مارني واقفة بتشجع وهي لبسة ربسة مساح وقررت جوانا انها تيجي جنبها وتخبطها علشان توقعها وتخلي كل البنات يتحكوا عليها ولما بتحكي مارني الاخوها بيطلب منها تقوله على اسام البنات اللي بيضايقوها وبيتنمروا عليها في المدرسة وبيوعدها انه هيحللها مشكلتها لكنها ما بترداش تقوله حاجة ولما بيشوفها ويلزة علانة بيقولها انها مميزة ومش فشلة ولازم تصق في نفسها وبعد مرور 8 سنين بنشوف مارني بعد ما نكحت في حياتها وبقت بتشتغل مديرة تنفيذية للعلاقات العامة في شركة كبيرة وكمان بقت مهتمة بنفسها وشكلها وتغيرت تماما وفي يوم بتكون في الشركة وبتروح تطلب من مديرها تاخد يومين اجازة علشان تحضر فرح اخوها وبيبلغها مديرها انها ترقت وبقت نائبة رئيس الشركة لفرع نيويورك فبتفرح جدا وبتجهز شنطتها عشان تسافر وبتكلم مامتها في التليفون اللي بتحاول تفكرها بخطيبة اخوها وبتقولها انها كانت معاها في المدرسة لكن مارني ما بتكونش فاكرها لحد ما بتفتح صورة اخوها ولو خطبته وبتفتكرها وبتتصدم صدمة كبيرة وبتتوتر جدا لان دي نفس البنت اللي اسمها جوانا واللي كالب بتتنمر عليها وهي صغيرة وبعد ما بتهدى مارني بتحاول تقنع نفسها انها اكيد تغيرت بعد كل السنين زي ما في حاجات كتير فيها هي نفسها تغيرت ولما بتوصل مارني البيت بيستقبلوها اهلها وبتقول لها مامتها ان جوانا معزومة عندهم وبترجع مارني تتوتر تاني وتخاف لكن لما بتوصل جوانا وبتشوفها ما بتفتكرهاش وبتكون بتعملها كويس وبتقول لها انها كاب بتتمنى تقابلها من زمان بسبب كلام ويل عنها وده بيخلي مارني تتطمن وبتعمل نفسها هي كمان مش فاكراها وبتبدأ تسألها ازاي تعرفت على اخوها ول فبيقول لها ان هم كانوا في حفلة وتقابلوا صدفة وتعرفوا على بعض وبتسألها جوانا عن شغلها فبترد مارني وبتقول لها بكل ثقة انها بقت نكحة في شغلها وحياتها وبترد لها مارني نفس السوق فبتلفت جوانا نظر كل الموجودين ليها وبتقول لهم انها بعد وفاة بابوها قررت انها تشتغل في الاعمال تطوعية وبتقدر انها تكذب انتباههم ليها فبتتدايق مارني وبتقرر انها تقوم وتسيبهم واللي بيدايقها اكتر انها فيش حد بياخد باله انها قامت غير مامتها اللي بتروح وراها وبتتكلم معاها وبتقول لها ما تشغلش بالها بموضوع جوانا وذكريتها القديمة لان كلهم اكيد كان عندهم ذكريت وحشة ومش عادين يفتكروها وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت جرس الباب وبتكون جل عمت جوانا جاية زورهم لاول مرة وبتكون ست غنية جدا وعندها مجموعة فنادق بتديرها ده غير التائرات الخاصة اللي بتسافر بها من بلد لبلد ولما بتشوفها مامت مارني بتتصدم لانها تعرفها من ايام سانوي وكانت دايما بتدايقها وبتتنمر عليها زي ما جوانا كانت بتعمل مع بنتها وبتدايق جدا وبتتوتر وبتحس بنفس الاحساس اللي عند مارني وبتعود جل معاهم وبتفضل تتكلم عن شغلها وممتلكتها وكالعادة بتخطف الانظار منهم فبتتدايق منها مامت مارني وبالليل بتحكي الجوزها عن جل وبتقولوا انها كان بتعملها معاملة وحشة من غير سبب لما كانوا في المدرسة فبيقول لها اني فات وقت كتير على الكلام ده وبينصحها انها لازم تنسى ومن ناحية تانية بتكون مارني مش قادرة تنسى اللي حصل زمان ولا تتخطأ غير لما جوانا تعتذر لها وبتقرر انها تفكرها بنفسها وبتوريها صورتها لما كانت في سنوي وبتتفاجئ لما جوانا بتأكد لها انها مش قادرة تفتكرها نهائي وتاني يوم بتروح مارني مع ويل وجوانا لتدريب الرأس وبتسأل اخوها ازاي تقدم لجوانا فبيقول لها انه اعترف لها بحب وتقدم لها في بيت الشجرة وانه هيقدمه لها هدية جوازهم فبتتدايق لان بيت الشجرة ده كان فيه كل ذكرياتها مع اخوها وفي الطريق بيتكلموا عن ذكريات مدرساتهم لما بيعدوا من قدامها بالصدفة وبتفتكر مارني كل ذكرياتها الوحشة مع جوانا وبتقرر انها توقفها في الكلام وتحكي لها عن بنت كانت معاهم في المدرسة وكانت كل شوية بتصاحب ولد مختلف وبتمثل عليه انها بتحبه لحد ما تاخد في الوصول لما بتلاقي ان جوانا عاملة نفسها مش فاكراها بتدايقها اكتر وبتقول قدام ويل ان البنت دي كانت مصاحبة مدير المدرسة نفسه فبتدايق جوانا وبتقولها ان دي كانت اشاعات وانها ما عملتش كده وبتبص المارني في المراية وبتتوعد لها لانها عايزة تفضحها ودمخوها وعشان تبين لها انها فاكرها كويس بتشغل لها الاغنية اللي كايب بتكرهها لان جوانا كايب بتغنيها مع اصحابها وهم بيضايقوها ويوقعوها على الارض ويخرجوها برر مدرسة وبيعدوا على جدتهم عشان ياخدوها معاهم بتحاول جوانا انها تقرب منها عشان تكسب حبها واهتمامها وبتتضايق مارني وفعلا بتقدر تعمل كده بسهولة وبياخدوا جدتهم وبيخرجوا عشان يروحوا القاعدة التدرب على الرأس وفي طريقهم بيقابلوا تام الولد اللي جوانا مرتبطة بيقابل كده لكنها بتعرفوا عليهم النزميلها وبيطلب منها انهم يخرجوا مع بعض فبتعرفوا انها تتجوز هي ويل وبتعزموا على فرحها فبيمشي تامه هو زعلان وبعدها بيوصلوا القاعدة الرأس وهناك بتشوف مارني مامتها مستنياها وكمان جل عمت جوانا بتكون موجودة وبيبدأوا يتدربوا على الرأس وبتتضايق مارني لانها الواحدها ومفيش حد يرقص معاها وفجأة بتشوف تشارلي الولد اللي كان معهم في المدرسة كان دايما بيساعدها لانها كان بتصعب عليه من اللي جوانا واصحابها بيعملوا فيها وفي نفس الوقت هو صاحب ويل وبيرقص معاها وبعد ما بيخلصوا بترجع مارني لبيت وبتتكلم مع اخوها الصغير بتقولوا ان جوانا عايزة تسيطر على اخوها تاخده منهم وتصنل الفرح بقي عليهم بس فبيقرر مارني انها تتكلم مع ويل لوحده وبتفاهمه كل حاجة وتكشف له شخصية جوانا الحقيقية قبل ما ينخدع فيها ويتجاوزة وبتشوفه وهو بيحضر نفسه عشان هيتمرن وهيجري مسافة طويلة فبتقرر انها تروح معاه وتكلمه في الطريق لكنه بيقابل تشارلي في الطريق ومبتعرفش تتكلم مع ويله ومبتقدرش تكمل جاري وبتقع وهدومها كلها بتتبهدل ده غير النمل اللي بيقرسها في وشها لانهم كانوا بيجرو في الحديقة وسط الشجر وبترجع البيت وهي منهرة بسبب اللي حصل لها وبتكون جوانا موجودة هناك وبتعمل نفسها انها متضايقة عشانها بتحاول تساعدها وبالليل بتروح مارني مع عمامتها الحفلة اللي كان عاملها جوانا وهناك بتشوف كل صاحبات جوانا بتوع المدرسة ولما بيشوفوها بيضايقوها تاني لانهم كلهم ارتبطوا وتجاوزوا وهي لأ وتاني يوم بتتفق مارني مع أخوها صغير انهم لازم يعملوا خطة عشان يبعدوا ويل عن جوانا ويعرفو حقيقتها لكن بتبقى عايزاي اكتشف كل حاجة بنفسه من غير ما تحكيله وبتقرر مارني انها تعزم تم صاحب جوانا للحفلة اللي قبل الفرح اللي بيقول لكل الناس في الحفلة ان هو وجوانا كانوا مخطبين وانها سابته بدون سبب وبيتفاجئ ويل وبيعرف انها بتكذب عليه لانها لما عرفته على تم اول مرة قيت له نزملها وما جابت لهش سيرة انهم كانوا مخطبين وبعدها بيعرض في الحفلة فيديو عن ايام المدرسة لجوانا واصحابها وهما بيضايقوا مارني وبيتطريقوا عليها فبيتضايق ويل جدا عشان اخته وبيعرف ان جوانا مش بنت طيبة زي ما كان فاكر وانها خبت عليه حاجات كتير وبيقرر ان يسيب الحفلة ويمشي وفي نفس الوقت بتقع مارني في مشكلة كبيرة لما بيعرفوا اهلها ان هي اللي قصد اتعرض الفيديو ده عشان تبعد اخوها عن جوانا وبتبرر لهم مارني موقفها بانها كانت خايفة على اخوها وعايزة يعرف كل حاجة عن البنت اللي هيتجاوزها وفي الوقت ده بتشوف مارني جوانا وهي قاعدة لوحدها زعلانة فبتروح تعتذر لها وبتكون عايزة صالحها وبتقول لها انها لو كانت اعتذرت لها اول ما شافتها عن اللي عملته فيها زمان فكايتش هتعمل معها كده وكانوا هيبدأوا من جديد فبتقوم جوانا وهي متعصبة وبترمى عليها الاطباق اللي على الترابيزات وبيتخنقوا هما الاتنين وبيفضلوا يحدفوا الحاجات على بعض وبيرجع ويل تاني الحفلة بيشوفهم وبيلوم جوانا انها خدعيته وكدبت عليه وبيقول لها انه مش مهتم بماضيها ولا باللي كانت مخطوبة لي قبله لكنه بيستغرب بانها ما حكتلوش فبيقول ويل لأخته انه متضايق منها هي كمان بسبب اللي عملته وبيلاقي انه مفيش ولا واحدة فيهم عايزة تعتذر له او حتى تعتذر للتانية وكمان بيتخنق مامة مارني مع جيل عم جوانا لكنهم بعد شوية بيعتذروا البعض وبيتصلحوا ولما بيجي والد مارني وبيشوف اللي حصل بيزعل جدا من مراته وبنته بسبب اللي عملوه انه هما بوزوا الحفلة وبالليل بتسحى مارني من انهم وبتلاقي جوانا قاعدة في المطبخ وفتحة تلاجة وقاعدة بتاكل بشعرها وهي لبسة في استان فرحة وبيكون مكتابة بسبب المشاكل اللي حصلت بينها وبين ويل فبتقرب مارني منها وبتحاول توقفها عن اللي بتعمله وبتتكلم جوانا معها لأول مرة وبتعرف لها انها شايفة نفسها شخص وحش بسبب اللي كان بتعمله معها زمان وبتقول لها انها بتحب ويلو كان بتحاول تتقرب من قيلته عشان تحس بحبهم ليها بعد ما فقدت بابوها ومامتها فبتصعب على مارني وبتوعدها انها هتساعدها ترجع لويل وتاني يوم بتروح مارني لويل وبتحاول تعطله وهو بيجري عشان تتكلم معاه وبتعتذرله على كل حاجة وبتقوله ان جوانا تغيرته وبتقنعه يرجعه البعض تاني وفعلا بيوافقه بيرجع لها ويوم الفرح بتعرف مارني من اخوها الصغير انه فك بيت الشجرة وبوزه عشان محدش ياخده وقبل ما تروح تحزر ويل بتعرف انه هو وجوانا جوه بيت الشجرة اللي بيقع بيهم وبتحصل لهم اصابات في ايدهم ورجلهم وبيودوهم المستشفى وبيكونوا عاوزين يأجلوا فرحهم لكن بتعمل لهم مارني مفاجأة وبتجهز لهم فرح صغير في المستشفى وبترتبط مارني بتشارلي صاحب اخوه الفيديو ده كتابته ايمان ماهر وسجلته امال عقيل ومنتجه رامي سامير وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو انا يعني وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونوا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والانيمي سلام